بلدية سيدي طفورة تابعة لدائرة بوعلام بولاية البيض من عدة نقائص ومشاكل عديدة فالبلدية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة كالماء الصالح للشرب حيث يضطر السكان للتنقل لمسافات بعيدة من أجل جلب الماء أمام تقاعس السلطات المحلية المزيد في تقرير سعداوي العراج وبرداء قشيش لا ماء لا كهرباء ولا مؤسسات صحية هو الثالث الذي يهدد سكان بلدية سيدي طفورة التي يقطنها أزيد من 12 ألف نسمة بولاية البيض مشاكل بالجملة تؤرق السكان في البلدية تفتقر لأبسط مقومات الحياة حيث يضطر السكان للتنقل لمسافات بعيدة من أجل جلب شربة ماء نحن كل حياة مقطوعة الماء مقطوعة الزيقوكي المكانش الزو مكانش الحقرة الماء رانا في مدة شهرين مقطوع علينا الماء الصالح للشرب ورانا نعانو في قضية الماء هذه هنا الدولة مدت مشروع انتع 25 مليار والبلدية هذه هنا تقبلة سيدي طفور وراء كانت 12 ألف نسمة كان الماء يجينا من مدة 15 يوم 15 يوم يجينا خطرة دور كل مارا ما يجيناش تماما عدنا الإنارة العمومية منعدمة تماما الطرقات منعدمة تماما سكان القرية يعيشون التهميش والنسيان وسط عدم مركز صحي الذي من شأنه تقديم الخدمات الصحية لمرضاهم من المستشفى احنا راه ما عدناش عدنا قاعة علاج هنا راه مسكرة دايما مبلعة ورانا نروحوا البريدة تديه من الدائرة تقافلوا ب70 كيلو يموت في الطريق تديه الولايات البيض ب80 كيلو يموت في الطريق اللي ما عنداش السيارة يموت في دارة احنا نطالبوا من السلطات العليا تدخلنا دير الناراء في بلدية سيدي طيفور بشاريع عديدة يأمل سكان بلدية سيدي طيفور تتسيدها لإنقاذهم من شبح العزلة الذي يؤرقهم